كاتبنا الصحف الكبير أستاذ أشرف غريب رائع كما جرت العادة يستعيد المشهد الفلسطيني بكتاب جديد وموجود في معرض الكتاب الذي أدعوكم طبعاً لكوا لازم تروحوا المعرض وما يفوتكوش أنكم تاخدوا الكتاب الجديد بتاع ناقدنا وكاتبنا الكبير الأستاذ أشرف غريب رئيس مركز الهلال للتراث أهلاً بيك أهلاً وسهلاً يا أستاذ أشرف طيب الخط بيقطع وأنا عارف يعني الشبكة عند أستاذ أشرف بتبقى عادة مش قد كده فإحنا إن شاء الله هنعود الاتصال بمرة تانية المشهد الفلسطيني دائماً لا يغيب على الإطلاق على الإطلاق بعيداً عن القلم المصري وبعيداً عن الإبداع المصري المشهد الفلسطيني حاضر دايماً في أزهان كافة المصريين فما بالك بكتابنا ونقادنا الكبار زي الأستاذ أشرف غريب يمكن في الحتة دي برضو ده عايز أقولك على حاجة بن يمين نتانيهو الله قبل بن يمين نتانيهو أقوله خلونا الأول أرحب جداً جداً بكاتبنا الكبير وناقضنا العظيم الأستاذ أشرف غريب أهلاً بيك يا فاند أهلاً وسهلاً أستاذ أشرف إذاك يا أستاذ أشرف وحيشني قد الدنيا أستاذ أشرف أهلاً حضر آه الشبكة أستاذ أشرف أنا سمعت طيب أنا مش عارف أسمع الخط بيقطع جامد لو الجو كويس هقولك أطلع على البلكون لو الجو مش كويس هقولك طيب يعني قرب من البلكون أو الشبكة أنا كده بدأت أسمع كويس أنا سمعت كويس خليني الأول أهنق وبشدة على الكتاب الجديد واللي يمكن يعني وصفناه بأنه يستعيد المشهد الفلسطيني مرة أخرى عايز أعرف يعني المزيد من ملامح هذا الكتاب أو أطره بشكل عام أول كتاب لا الخط بيقطع برضو ده بعدين الخط بيقطع في اللحظات الهامة والفاصلة يعني طيب أنا في كل الأحوال إن شاء الله سبحانه وتعالى لازم هستضيف أستاذ أشرف قريب جدا وفي كل الأحوال لكم منا في برنامج التاسعة تغطية إن شاء الله لمعرض الكتاب ووقائع معرضك أحبش كلمة فعاليات أحب كلمة وقائع عجيل أنا تربيت عليها من وانا صغير بقى يعني كانت حاجة عظيمة جدا طيب ترجمة نانسي قنقر